الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد فخبر صادم للجمهور أعلنت ياسمين الخطيب انفصالها رسمياً عن زوجها مش بس كده ده كمان أعلنت بإصابتها بمرض اسمه البي بي دي يترى إيه أسباب الانفصال وإيه هو المرض ده وأعراضه وأسبابه ويترى هو السبب الحقيقي وراء الانفصال تبعونا في هذه التغطية أعلنت ياسمين الخطيب انفصالها رسمياً عن زوجها ونشرت السورية عبر صفحات على موقع التواصل اجتماعي انستجرام وقالت تم رسمياً الانفصال عن الأستاذ رمضان حسني أرجو أن يحترم الزملاء الإعلاميين والصحفين رغبتي في عدم التحدث عن الأمر والذي أؤثر أن أختصره في كلمة نصيب كمان طلبت ياسمين محبيها أنهم يتمنوا لها العوض والخير في كل اللي جاية مش كده وبس كمان دي كشفت ياسمين الخطيب عن محاولتها الصريحة جداً للتخلص من حياتها عن طريق تناول حبوب وجرعات كبيرة من حبوب الزانيكس والتروبيتزال واللي بتاخده بانتظام وفق تعليمات الدكتور النفسي لها زي ما هي صرحت أعلنت ده كمان على حسابه على فيسبوك امبارح قالت ياسمين الخطيب في البوست بتاعه على الفيسبوك امبارح بالأمس حاولت الانتحار بتناول جرعات كبيرة من حبوب الزانيكس والتروبيتزال والذي اتناوله بانتظام بناء على تعليمات طبيب النفسي لم تفلح المحاولة للأسف فعدت غصباً الى هذه الحياة البغيضة الخاصية الظالم وأهله وفجأت ياسمين جمهورة بإصابتها بمرض نفسي اسمه البي بي دي وكملت كلامها لا أعاني من صدمة عطفية أو ما شابه لكني سأعترف بكل شجاعة أني أعاني من البي بي دي أو أنه على مدار حياتي لم يستطع أحد أن يستوعب عن حالاتي أو يدعمني أنا شديدة الحساسية متقلبة المزاج لا أثق بأحد ولدي مخاوف كبرى من الهجر كل الذين أدركوا حالاتي استغلوا ضعفي بلا رحمة لم تعود لدي أي طاقة للمقاومة أتمنى الخواص الحقيقة بعد أعلن ياسمين الخطيب بإصابتها بمرض البي بي دي تعالوا بينا نتعرف عن إيه هو المرض ده مرض البي بي دي هو إطراب الشخصية الحدية وهو حالة صحية عقلية الأشخاص اللي بيوصابوا به بيعانوا من تقلبات مزاجية شديدة علاقات غير مستقرة وبيبقى صعبة عليهم يتحكموا في عواطفهم ده غير طبعا أني بيبقى عندهم رغبة في التخلص من حياتهم وأيضا لديهم سلوك مدمر لنفسهم لو هنتكلم عن طرق علاجه هو العلاج بالكلام والعلاج الرئيسي للإطراب الشخصية الحدية هو الفتفاضة والكلام من أعراض مرض البي بي دي أنه بيأثر على شوع عورك تجاه نفسك وأيضا على الآخرين وعلى تعاملك معهم بشكل عام وممكن صاحبه يشعر بالخوف الشديد من الهجران وده نمط من العلاقات بيكون مش مستقر دي مثلا أنك تشعر بأن شخص ما مثالي وفجأة تشعر أنه قاسي ومش مهتم بيك أبدا اطراب الشخصية الحدية كمان بتتغير صورتك الذاتية جواك بسرعة جدا وممكن تغير قيمتك وتشوف نفسك شخص سيء ده بالإضافة لفترات بيفقد فيها الشخص الاتصال بالواقع ممكن تدوم لدقائك وممكن تدوم لساعاتك من أعراضه كمان السلوك الاندفاعي زي القادة المتهورة والإفراط في الأكل أو إنهاء أي نجاح في حياتك زي العلاقات والعمل وجود تقلبات مزاجية وسعة ممكن تستمر لأيام التقلبات دي الحقيقة ممكن تبقى سعادة شديدة خجل شديد أو قلق شديد أو خوف شديد مريض تراب شخص الحدية أو المصاب به طبعا بيشعر بالفراغ المستمر والغضب غير الملائم زي فقدان أعصابك بشكل متكرر وفي مواقف يعني مش مستهلة بالنسبة لأسباب مرض البيبي دي فهي مش مفهومة لكن في عوامل بيئية زي تاريخ إساءة معاملة الأطفال وممكن كمان يرتبط المرض بعلم الوراثة زي أن الترابات الشخصية الحدية ممكن تبقى موروثة أو تشوهات الدماغ في مناطق معينة مسؤولة عن تنظيم المشاعر والاندفاع والعدوانية وبعض المواد الكيميائية أيضا في الدماغ واللي بتساعد على تنظيم الحالة المزاجية زي السيرتونين وبالتالي فهي لا تعمل بشكل صحيح دي كانت أهم أعراض مرض الشخصية الحدية من أتمنى السلامة للجميع والخلوة من أي أمراض انتهت تغطيتنا لكن لسه متابعتنا مستمرة مع حضراتكم وما انتهتش اشتركوا في القناة